تبارك الذي بيئه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملاء وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها أرجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي سفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فتذبنا فتذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترقوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أميرات من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينفقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جود لكم يعطركم من جون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نهجوا في اعتوه ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا أمن يمشي سويا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توفكنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين